لا يوجد شيء عند الفجر وإذا أبو بلال رحمة الله عليه يأتي السلام عليكم قال له أتيت؟ قال له نعم قال له أسمعت؟ قال له نعم سمعت سمعت والله المستعان قال له لماذا أتيت إذن؟ هتقطب دخ تقطب قال ما كان جزاؤك مني أن أعرضك للقتل وما كنت غادرا وأن الإباضية في عمان الناس الطيبين هذولا الورعيين الذين أحببتهم في الله لأنهم عندهم تدين صادق صح؟ سبحان الله حتى مشاء إخوهم فيهم طيبة غير عادية صحيح لما تشوف الشيخ الإباضية بتكلموا بتحسش عندهم بالإفتعال والتبثيل هذا لا تحسنوا بالصدق هم بتكلموا هم بيشعوا الدين فحياهم والله وبياهم الإخوة الإباضية هنحكي قصة اليوم إمام هو من أئمة من الأوائد يعني جابر بن زيدو اعتبر من تلاميذه وهو أبو بلال مرداس ابن حبير التميمي رحمة الله عليه هذا كان من الخوارج القعدة شو القعدة؟ شعار لا نقاتل إلا من يقاتلنا لا يقاتل أحدا القعدة هذول أحسن خوارج ولا يقول بالاستعراض الذي قرأ فيكم تاريخ الخوارج عنده ما بدأ اسمه إيش؟ الاستعراض والعياذ بالله منه شو الاستعراض هذا؟ مثل استعراض الشعويون النازيين بيجوه أي واحد مش منهم، مش من الخوارج مشوفو تعال ماذا تقول في علي؟ ماذا تقول في معاوية؟ ماذا تقول في فلان؟ ماذا تقول في كذا في النهروان في التحكيم فإن بان لهم أنه ليس على طريقتهم وليس من أهل موالاتهم دبعوا ذكر أن كان أنثى ما عندهم مش يذبحون مباشرة هذا يسمى الاستعراض لا أبو بلال لم يكن ايه يقول بالاستعراض ولم يكن يرى خروج النساء ولم يكن يرى مبادأة غيره من المسلمين بالقتال حتى الحاكم الظالم من بني أمية ما كان شيء قادره لا لا وقتل مظلوماً شهيداً رحمة الله عليه لأنه في الأخير خرج من سجنه خرج مع جماعة من أحبابه تلميذه وأخذوا مكاناً قصياً قال خلينا نظل هنا تعبّد الله عز وجل بما يريد الله بعيد عن كل الظلم هذه المسلمين والناس في الشفايدة بعث له بنوا أمية جيوشهم فصارت معركة سبحان الله وكان معروف ما أشاء الله عنه هو جماعته بشدة البأس والصدق مع الله في الجهاد والقتال في معركة يسمها آسك ذكرتها زمان في الهداية وكان هو تسعة وتلاتين واحد أربعين واحد والجيش والأموي يقال كان أربعون ألفاً ومناس قالوا له كثير هذا أربعة آلاف فامتصر عليهم الأربعون لا يصدق صدق عجيب عندهم وقبال على القتال وحب شهادة فقال الشاعر أي بيته المشهور أربعون ألفاً فيما زعمتهم أربعون ألفاً فيما زعمتهم ويغلبهم بآسك أربعون الله أكبر ما أقول هذا اللي حصل ففي إحدى المعارك اللي استشهد فيها سبحان الله دخل وقت الصلاة شوف ورعوا تقوى فقل للأمويين وهو وضع كويس راجح الكفة قالهم هل تعطوننا وقتاً تصلون ونصلي فيه لله الفريضة قالوا أعطيناك فحط صلاحهم أسكين وجماعته وأجالسوا أي صلون فأخذوهم راكعين أي سجدة يخص عليهم وما تجهيد الرحمة الله عليه هذا أبو بلال مرداس ابن حدير التميمي رحمة الله عليه إمام القعدة في وقته من فئة القعدة وجابر بن زيد سارف خطي إمام الإبغضي وكذا ما علينا هذا الرجل قبل ذلك كان وقع في يد الصلقة الأموية فوضعه عبيد الله ابن زياد تعرفوا هذا هو العياذ بالله منه حسبك من شر سماعه تسمع بالمعيدي خير من أن تراه وضعه في السجن في الكوفة فلما رأى صاحب السجن تبتله وتقوى ما يعجيب؟ وذل وذل صدقه مع الله رق له وسمح له أن يخرج كل ليلة إلى أهله كان له أفتح لك السجن كل ليلة تذهب لأهلك على أن تعود عند الفجر وعرفه صادق وليس سيغضر فيه صدقه للصدق شاهدوا الصدق والصدق سيقول له ليس مع الناس الصدق الحقيقي لا يكون إلا مع الله والآن ستشوفه كيف صدق اللسان سهل هذا فكان يذهب ويعود مع الفجر أياماً طويلة إلى أن اتفق أن واحد من الخوارج المسجولين في هذا الحبس قتل بعض حراس الحبس شرطياً يعني فسمع عبيد الله بن زيادة الظالم المبير هذا فأقسم بالله ليقتلن كل من بالحبس شفت المجرم طيب واحد يا أخي إجرام يبحث عنه قال له لا كل المحبيس سأقتلهم وتسامع الناس بهذا من الذي سقط في يديه صاحب السجن قال له في المصيب هذا عند أهل هاي الديناليل ولعله يسمعي بالخبر ولا يأتي في الصباح ولما بصير بعدين إيش تفتيش وهذا إمام إمام القعدة سأقتل به ما فيش عند الفجر وإذا أبو بلال رحمة الله عليه ياتي السلام عليكم قال له أتيت قال له نعم قال له أسمعت قال له نعم سمعت سمعت والله المستعان قال له لماذا أتيت إذن ستقتل قال ما كان جزاؤك مني أن أعرضك للقتل وما كنت غادرة والمؤمن لا يغدر يعني سأل مع الصدق الله رحمة الله روحي رحمة الله على الشهيد هذا هذا شهيد قتلوه ظلم بعد ذلك الصلاة رحمة الله عليه قال له المؤمن لا يغدر وما كنت غادرة وما كان جزاؤك مني أن أعرضك للقتل سبحان الله تناهت القصة وقيل صاحب الحبس نفسه هو الذي حكاه له عبيدلي بن زياد فعفى عنه قال له هذا مغتلوش لكن كان أن كتب عليه القتل شهادة وهو راكع قيل هو بالذات كان راكعاً في ركوعه قلت الرحمة الله عليه الآن الصدق قل لي هذا الصدق مع الله ألا مع الناس حتقول لي ظاهره مع الناس صح لأنه وعد صاحب السجن بروحه باجي أحسنت بس حقيقته مع الله مستحيل أن يكون في حقيقته مع الناس هو مع الناس في طول كونه صدقاً مع الله هو مع الناس عرضاً على أنه غرضاً مع الله لماذا؟ فيها رقبة فيها قتل هذا ليس تمزيل هذا ليس لعب ليس ممكن إنسان عشان يصدق مع الناس يتسبب في قطع رقبته لا يا حبيبي عندي عذر وعند فتوى شرعية صح أو لا؟ وعندك مئة ألف فتوى شرعية بتطلع لك صح أو لا؟ لا هو صدق مع من؟ مع الله تبارك وتعالى وعلم أن الله لا يرضى منه إلا هذا الرجل غامر وخاطر بنفسه من أجلك أنت فإياك أن تغدر به لأن الله وكل غادر تنصب له ينصب له راية أو لواء يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان المؤمن لا يغدر المؤمن صادق والصدق مع الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر